هي خاصة جداً لكل جماهي النادي الأهلي اللي كنت حريص جداً بالمناسبة على متابعة ردود أفعلها ما اختلفش رد فعلي عن كل جماهي النادي الأهلي طبعاً بعد الخسارة أمام سانداونز فيه حزن فيه غضب فيه مصرحة فيه مطالبة بتصحيح الأمور وكلمت معاكم في حلقة مبارح بمنتعة صراحة ومن القلب والله وقلت لكم أنه ممكن يكون التوقيت مهم جداً وخصوصاً أنه الأهلي مازال حتى اللحظة أمامه فرصة لتحقيق كل الألقاط اختلفت الحسابات كانت صعبة وكانت سهلة مازال موسم الأهلي حتى اللحظة قابل جداً أن يكون موسم ناجح وحتى لو ده حصل وقلت الكلام ده مبارح برضو وحتى لو ده حصل فده ما يمنعش أن احنا نفتح كل الملفات ونتكلم بمنتعة صراحة ونقيم الأديم والجديد ونتكلم دايماً في مصرحة النادي الأهلي وفي حب النادي الأهلي وده كلام اللي أنا شفته السوشال ميديا لكن فيما يتعلق بالأهلي بتابع وبرصد ردود الأفعال وبشوف جماهير النادي الأهلي بتقول إيه واللي يمكن يعني خفف عني شوية أنه لقيت معظم الجماهير الحقيقة بتساند وبتدعم وده اللي أنا براهن عليه وده اللي أنا تعودت عليه دايماً من الجماهير النادي الأهلي في حزن من الخسارة في زعر من الخسارة لكن في نفس الوقت كل الدعم والمساندة للنادي الأهلي وبإذن الله إن شاء الله نقدر نعدي المطب الصعب الحقيقة التي لا يمكن الحقيقة إن إحنا نختلف عليها هي إنه بالنسبة لكل أفريقيا الأيام ودول زي ما بيقولوا يظهر فترة من الفترات صراع بداية يعني من لما أنا تفرجت أو شفت يعني أو بداية من أمجاد الأهلي وبطولاته في أفريقيا يكون موجود عندك أشانتي كوتوكو يبقى شوية معاك أسك أبتجان يبقى شوية معاك أنيينبا نيجيري يبقى شوية معاك أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي شوية صفاقسي شوية نجم ساحلي شوية ترجي شوية وداد لكن يظل الأهلي على مدار كل العصور هو سيد السياد أفريقي الحقيقة التانية الحقيقة ما فيش جدل أو خلاف عليها واللي عندي يقيم بإذن الله والأيام هتثبت لحضراتكم الكلام ده إنه الأهلي هيرجع أفضل من الأهول الأهلي هيرجع عملاق أفريقيا وسيد أفريقيا والأيام بيننا الرهان في الأول والأخير بإذن الله إن شاء الله بعد إرادة المولى عز وجل على جمهور نادي الأهلي اللي دايما 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 عودنا إنه يقدر يصنع الفارق في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها الأهلي بدأ الموسم بتحقيق أول ألقابه وهو لقب السوبر المصري ثم كانت تاني المحطات الوصول لنهائي بطولة الكاس ثم الدوري المصري ما زال الأهلي في الصدارة رغم أنه ليه عدد من المباريات المؤجلة وما زال الكل يلهس يعني كله بيتنافس أو بيحاول يوصل لصدارة المشهد على وعسى يشارك في بطولة دوري الأبطال اللي جاية إن شاء الله مع النادي الأهلي ومازالت حتى بطولة أفريقيا اللي احنا تلقينا فيها الصدمة مازالت أمان الأهلي قائمة وهي ليست بأمان ضعيفة يعني خليني أأكد لحضراتكم أن مبارات السبت طبعا مبارات الجمعة بالنسبة لنا هي الأهم وهي محور حديثنا النهاردة لأنه أنت خارج من مطاب صعب خارج من هزة حصلت جوه الفريق أكيد ميستر كولر بيرتب أوراقه وبيعيد حساباته وبيفكر إزاي يطلع من الأزمة دي على مستوى الفريق وخصوصا قبل المباراة المهمة جدا أمام القطن الكاميروني ومهورات السبت اللي جاي إن شاء الله بين سانداونز والهلال السوداني ليه حسابات كتيرة جدا معقدة خد بالك ما تفتكرش أنه سانداونز اكتفى بفكرة التأهل أعتقد أنه المواجهة مع بطل السودان مع الهلال السوداني هتكون مواجهة مهمة جدا بالنسبة لسانداونز زي ما هي مهمة جدا بالنسبة للهلال وكل السيناريوهات وردة صحيح المباراة بتتلعب في السودان لكن أنت عندك احتمالين من قصة ثلاثة عندك احتمال أول إنه الهلال يتعادل وفي الحالة دي مطلوب منك تكسب الهلال بفارق هدفين على الأقل وعندك السيناريو التاني أو الاحتمال التاني وإنه سانداونز يفوز وهنا مطلوب منك تكسب الهلال بأي سكور حتى لو كانت نتيجة واحدة صفر عشان تضمن التأهل المباراة نهائية فمازالت الحزوز قائمة مازال الموسم قابل جدا لأنه هو يكون موسم ناجح فهيكرر مرة تانية عشان محدش بيقول بيطبل أو مش بيطبل بين قصين حتى بعد نهاية الموسم وإن كان موسم ناجح أعتقد أنه الأهلي هيكون لي واقفة كبيرة جدا 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 بداية من البريك أو من فترة الراحة في فترة الصيف عشان يحضر نفسه ويعيد ترتيب أوراقه ويعيد تقييم وضع فرقته على كل المستويات الحقيقة قبل ما نروح لموسم جديد برضو إن شاء الله نتمنى أنه يكون ناجحا ترجمة نانسي قنقر